بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين أحبة الكرام ما زلنا مع قصة نوح عليه السلام وسنحاول في هذه الحلقة أن نتحدث عن واقعة صنع السفينة والحوار الذي جرى بين نوح وابنه كنعان وكذلك الحوار الذي جرى بين نوح وربه سبحانه وتعالى فكما هو معلوم أحبة الكرام نوح عليه السلام تكبد عناء الإدلال والسخرية من قومه بل حتى وهو يصنع السفينة التي أمره الله عز وجل بصنعها كانوا يمرون عليه ويضحكون عليه فحكى القرآن هذا الموقف فقال سبحانه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أي مستقبل إن شاء الله فأمره الله عز وجل بعدما صنع السفينة أن يبحر بها حين يفور التنور والتنور هو المكان الذي يخبز فيه وحين فارت النور ونزلت الأمطار وأغرق قوم نوح وتحركت السفينة نادى نوح ابنه ذاك الحوار العاطفي بين الأبي وفلدة كبده فقال نوح عليه السلام حكر القرآن هذا الموقف ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني أن يبعدني ويقيني يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ونادى نوح الرب الله قال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أحبة الكرام خلاصة هذه القصة الرهيبة أن نتعلق بالله عز وجل أكثر وأن نربي أبناءنا على محبة الله وعلى الخوف من الله عز وجل ومن الدروس المستقاة في هذه الواقعة دروس عدة أولها الدعاء لله عند التعتر مع اليقين بأن الله سيستجيب اليقين بأن الله سيستجيب حتى أنه جاء في الحديث الشريف بأن الله تعالى لا يتقبل من قلب لاهن بعيد عن الله عز وجل كذلك الله سبحانه وتعالى صانع معجزات وقادر على كل شيء ويجب أن تكون لدينا ثقة بقدرة الله تعالى في تغيير كل الأمور ونستحضر في هذا المقام وقعت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر الصديق عندما خرج علينا متأهبين الذهاب إلى المدينة من مكة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق ما بالك بسنين الله ثالثهما أحبة الكرام أسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأن يصلح أزواجنا وأزواجكم وأسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وإلى أن ألتقيكم في حلقة المباركة الميمونة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر